السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في التعبير الكتابي وعنوانه إصدار حكم نصنا اليوم هو إيجابيات وإيجابيات السينما وسلبيتها سوف أقوم بقراءة النص تستمد السينما أهميتها في المجمع من تعبيرها عن معاناة الإنسان وهمومه وربط حاضره بماضيه وتوثيق تاريخه وتربيته وتثقيفه وتوعيته وتسليته والترفيه عنه وجدت السينما لتحقق أهدافا نبيلة لكن وبالرغم من وجود الكثير من السينمائيين الذين لا يألون جهدا في سبيل تسنيمها أرقى درجات المتعة والتثقيف فإنها صارت للأسف عند البعض توظف توظيفا لأغراض غير شريفة كاختلاق الأحداث وتزييف الوقائع والتهافتة للربح المادي دون اقتراث بالقيم النبيلة التي يجب أن يروجها الفيلم ومن المؤسف أن كثير من دور السينما قد أوصدت أبوابها وتحول بعضها إلى مراكز تجارية أو إلى قاعات للحفلات وذلك بسبب التطور التكنولوجي في المجال المعلوماتي إذ صار الإنسان يشاهد ما يشاء من أفلام على شاشة حاسوبه أو هاتفه وهو قابع في بيتهم حاري بالصحافة بكل أنماطها والجمعيات الثقافية والسينمائيين بكل تخصصاتهم أن يسعوا إلى رد الاعتبار لدور العرض والدفاع عن أدوار السينما النبيلة في أسئلة الخاصة بالنص كم في المقال من فقرة وأحدد بداية كل واحدة ونهايتها بالنسبة للفقرة الأولى فإنها تبتدئ من تستمد السينما إلى والترفيه عنه الفقرة الثانية وجدت السينما إلى يروجها الفيلم والفقرة الثالثة ومن المؤسفين إلى وهو قابع في بيتهم ثم الفقرة الرابعة حاري بالصحافة إلى أدوار السينما النبيلة إذن النص يحتوي على أربع فقرات في المقال أربع فقرات الفقرة الأولى من تستمد إلى الترفيه عنه الثانية من وجدت إلى الفيلم والثالثة أي الفقرة الثالثة ومن المؤسف إلى قابع في بيتهم ثم الفقرة الرابعة حاري بالصحافة إلى آخر النص في السؤال الثاني ما الفقرة التي تتحدث عن إيجابيات السينما كما نلاحظ في النص فإن الفقرة التي تتحدث عن إيجابيات السينما فهي الفقرة الأولى إذن الفقرة الأولى وبالنسبة للفقرة التي تتضمن سلبيات السينما فهي الفقرة الثانية والثالثة الفقرة الثانية والثالثة في السؤال الرابع إلى ما يدعو الكاتب المقال في الفقرة الأخيرة إذن يدعو الكاتب في الفقرة الأخيرة إلى رد الاعتبار لدور العرض والدفاع عن أدوار السينما النبيلة في السؤال الخامس أذكر إن كنت أتفق مع الكاتب في حكمه على السينما عند البعض وأعلل جواب أتفق مع الكاتب في حكمه على السينما عند البعض لأن السينما أصبحت تعتمد على الربح والإرادات أكثر من محتوى ورسالة الفيلم أملأ الجدول بالخطوات التي سلكها الكاتب في كتابة مقالتهم إذن الأفكار الإيجابية سوف نقوم بكتابة هذه الأفكار الإيجابية أوجدت السينما لتحقق أهدافا نبيلة فكرة أخرى أهمية أهمية السينما في المجتمع وتوجد هذه الأفكار في المقدمة الأفكار الإيجابية في المقدمة وبالنسبة سوف نقوم بالأفكار السلبية هي توظيف السينما لأغراض غير نبيلة لأغراض غير شريفة كاختلاق الأحداث وتزييف الوقائع والتهافة على الربح المادي دون اكتراث بالقيام النبيل التي يجب أن يروجها الفيلم إذن من هنا عند البعض توظفوا توظيفا كل هذه أفكار سلبية نعم وموقعها هنا الأفكار الإيجابية في المقدمة الأفكار السلبية في العرض أما بالنسبة للأفكار البديلة فهي في الفقرة الأخيرة حري بالصحافة بكل أنماطها كالجمعيات الثقافية والسينماين أن يسعوا إلى رد الاعتبار لدور العرض إذن الأفكار البديلة هي رد الاعتبار لدور العرض والدفاع عن أدوار السينما النبيلة وتوجد هذه الأفكار في الخاتمة وبالنسبة للحصة الثانية وهي الخاصة بالإنجاز أكتب مقالا في أحد المواضيع التالية مبديا فيها حكما الموضوع الأول إدمان الألعاب الإلكترونية العنيفة إدمان الأطفال مشاهدة الأفلام الإلكترونية تضمن بعض الأغاني كلمات سوقية ثم منافع مزاولة الأنشطة الثقافية على صحة الإنسان وقد اخترت أن أكتب مقالا عن إدمان الأطفال مشاهدة الأفلام الإلكترونية وما له علاقة بالتلاميذ في مثل سنكم إذن يلجأ الأطفال في أوقات فراغهم إلى مشاهدة الأفلام الكارترونية يوميا والتي تجذب انتباههم حيث تتضمن مؤثرات بصرية وسمعية تبهرهم وتأخذهم إلى عالم الخيال وتكسبهم بعض المهارات والمعارف كما أنها تحتوي على حكايات مختلفة تساعد على تقوية العلاقات الاجتماعية وتحثهم على الالتزام بآداب الطعام والنظافة والتعاون وتقدم باللغة العربية الفصحى مما يجعلها تساعد الطفل على اكتساب مفردات جديدة قد يفتقدها في المحيط الأسري غير أن بعض هذه الأفلام تحتوي على مشاهد العنف ويكون معظمها مدبلجا من الأفلام الغربية التي تشتمل على عادات وتقاليد مختلفة عن مجتمعنا كما أن مشاهدة الأفلام الكارتونية لوقت طويل يؤثر على صحة الطفل وإجهاد العين وقد يؤدي به إلى العصبية وضعف التركيز وبالتالي تقلل من تفاعله مع الأسرة والمحيط لذلك فمشاهدة الأطفال لهذه الأفلام سلاح ذو حدين وعلى الأسرة متابعة المحتوى الذي يعرض لمعرفة تأثيره وإلزام الطفل بمشاهدتها لفترة محدودة فقط كما تلاحظون فقد تحدثتم في مقدمة المقال عن إيجابيات الأفلام ومشاهدة الأفلام الكارتونية وفي العرض تحدثت عن السلبيات وفي الأخير تحدثت عن الحلول البديلة نعم وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله